قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب لو سئلت يا عبد الله من قبل الله يا عبدي لما فعلت كذا لما ارتكبت كذا لما تعديت في كذا لما تركت كذا من الحر لما ماذا ستقول ماذا ستقول لجبار السماوات والأرض للذي يعلم ما توسوس به نفسك وهو أقرب إليك من حبر الوريد ألم تسمع أن الله يقول أن الله يقول أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كيف المفر وكيف الخرار أم يحسبون يقول الله في كتابه الكريم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ويقول رب العالمين في كتابه الكريم ما للظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق إذا قضى الله إذا قضى الله بقضعه الحق وحكمه العدل علينا في ذنوبنا كيف سيكون حالنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى فيا عباد الله راقبوا الله واتقوا الله وقفوا عند حدود الله فاتشهوا عن ذنوبكم وتوبوا إلى ربكم قبل الزوال الأقدام قبل الزوال الأقدام وقبل الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة إلى الدار الآخرة إلى دار ما معك إلا ما قدمت يداك ما معك إلا ما قدمت يداك إنك اليوم في فرصة وفي سعاه أن تتوب أن تتوب وأن تعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه الكريم غير للمطفثين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا القيام في يوم مقدار خمسين ألف سنة مقدار خمسين ألف سنة فيا عبد الله إذا كانت الوصة بسبب التطفيق في المقيال والميزان فكيف إذا كثرت الذنوب وتجمعت المعاصي وكثور الغش وعظم الخداء تجمع 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 شكرا